اهلا بكم من جديد في ملفنا الثاني قررت الولايات المتحدة الامريكية تشكيل جيش سني عراقي لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق بعد مشاورات مع وفد عشائري زار واشنطن مؤخرا لكن رئيس مجلس عشائر الانبار شيخ علي الحاتم رفض ان يكون الجيش تحت الوصاية الامريكية وطالب بانشاء اقليم سني كما تساءل مفتي الديار العراقية شيخ رافع الرفاع عن السبب الذي يدفع سنة العراق لمحاربة تنظيم الدولة اذا كان الحرس الثوري الايراني سيحل محل عناصر التنظيم وحجم الرفاع الميليشيات الشيعية التي تستغل محاربة تنظيم الدولة وتحرق بيوتا ومساجد اهل السنة نتابع التقرير مسألة تشكيل الجيش السني في العراق ستكتمل الربيع المقبل الادارة الامريكية قررت بعد لقائها وفدا من العشائر في واشنطن ان تسلح سنة العراق بدون ان تحصل على موافقة الكونغرس والتسليح سيكون عبر حكومة بغداد او بشكل مباشر لكن ما يجري ليس مشابها ابدا لتجربة الصحوات كما اكدت واشنطن بل هي قوة امنية سنية ستتولى مهام محاربة تنظيم الدولة الاسلامية لكن السؤال هل اتفقت تلك العشائر مع واشنطن على مرحلة ما بعد القضاء على التنظيم ام لا هذه النقطة حذر منها مفتي الديار العراقية الشيخ رافع الرفاعي فالرجل تساءل لماذا نحارب داعش الى اجل ان يأتينا الحرس الثوري الايراني بعدها ويحتل مناطقنا بدلا عن التنظيم كما رفض ان يكون سنة العراق كالكوبرا الهندي متى زمر لهم الامريكان خرجت الكوبرا لترقص على الانغام حسب تشبيهه ويبدو ان العشائر السنية لن تكون كوبرا هذه المرة فمؤتمر مجلس العشائر الذي عقد في كردستان العراق اصدر بيانا صريحا على لسان رئيسه الشيخ علي الحاتم هاجم فيه حكومة بغداد والميليشيات الشيعية المتحالفة معها وكذلك ايران الف ايقاف القصف على المدن فورا باء سحب الميليشيات من محافظاتنا لانها تتعامل بنفس طائفي وآليات انتقامية وخير مثال على ذلك ما حدث في صلاح الدين بازالة 28 قرية مع جوامعها ومدارسها من الوجود في ناحية استيمان بيك ونفس الشيء في جرف الصخر واخرها ما حدث في جلولاء والسعدية حيث ازيلت احياء كاملة جيم على الحكومة والتحالف الدولي محاسبة الحكومة الايرانية باعتداها على الاراق وخرق سيادته وفضلا عن ذلك فقد عرج الشيخ الحاتم في حديثه على مسألة الجيش السني المزمع تشكيله فالرجل رفض تشكيل جيش سني تحت الوصاية الامريكية مبديا في الوقت ذاته تأييده فكرة تشكيل اقليم سني في اطار الدولة العراقية الموحدة وهذا يطرح سؤالا هاما اذا كانت عشائر الانبار ترفض فكرة الجيش السني على الطريقة الامريكية فمن هو وفد العشائر الذي ذهب الى واشنطن اذا ايكون هو ذاته الوفد العشائري الذي ينوي زيارة ايران عما قريب والذي وصفه الشيخ الحاتم بانه لا يمثل الا نفسه وهذه الاحداث المتتابعة تقود الى اسئلة عديدة من يمثل سنة العراق ومن هم الذين تنوي امريكا تدريبهم وتسليحهم من تلك العشائر التي لا تبدو على وفاق تام مع بعضها وكيف يمكن لواشنطن ان ترحب بقصف ايران لتنظيم الدولة في العراق ومن ثم تذهب في نفس الوقت لدعم العشائر السنية التي تعتبر ايران خطرا اكبر من تنظيم الدولة وهل الجيش السني الذي تتحدث عنه واشنطن هو ذاته مشروع الحرس الوطني الذي جرى الحديث عنه قبل ايام من قبل حكومة بغداد وهل للالف وخمسمائة جندي الذي تنوي واشنطن ارسالهم الى العراق قريبا علاقة بالجيش السني ام لا وهل يمكن ان تتطور فكرة الحرس الوطني او الجيش السني الى فكرة اقليم سني مستقل تصر بعض عشائر الانبار حتى اليوم على ضرورة انشائه نناقش تفاصيل هذا الموضوع مع الشيخ ناجح الميزان من عام المؤتمر التأسيسي لاقليم صلاح الدين ينضم الينا مباشرة من اربيل اهلا بك شيخ ناجح الميزان نبدأ من مقرارات مؤتمر العشائر السنية الذي عقد مؤخرا في اربيل ما الذي رشح عن هذا المؤتمر وخاصة مع انباعا قرب وصول دفعة من 1500 مدرب من اجل الجيش السني العراقي بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة لم يكن هناك مؤتمر لشيوخ العشائر في اربيل وانما هناك حوارات ومشاورات بين جميع بين اكثر من فريق من المشايخ في صلاح الدين في الانبار في ديالة في الموصل القصد من هذا الاجتماعات والتجمعات والخروج برؤية شاملة للحل لانقاذ مناطقنا لاننا نحن من تجري المعارك على مناطقهم وحرق بيوتهم ومزارعهم واملاكهم اما بخصوص البيان الذي صدر فهو الى الان اصدره الشيخ على الحاتم بخصوص الجيش والقوات المسلحة وكيفية محاربة داعش فكان البيان يتضمن قضية النازحين وما اصاب النازحين من مأسات عيشون مأسات في الشتاء فكان طلب توزيع الموازنة الاستثمارية وتنمية الاقاليم على شكل مبالغ الى النازحين هذا اولا وتدخل الايراني السافر في الاجواء والاراضة العراقية وهذا مخالف لكل القوانين الدولية ولقوانين السيادة وهذا انتهاك صريح لسيادة العراق ارضا وجوا وماذا عن الاقليم السنية دكتور ميزان حقيقة اليوم اكثر من محاولة كثير من الجهات تطرح حلول لو اتينا الى الامريكال يريدون ان يفرضوا حلا الحكومة تريد ان تفرض حل كل الجهات المتصارعة اليوم واهل المناطق ليس لهم مشروع اذا ما ذهبنا الى حرس الوطني فالحرس الوطني ليس له اصل دستوري وبالتالي سيكون مصيره ومصير الصحوات بعد ان يستتب الامن لانه مخالف للمادة تسعة واذا ما ذهبنا الى الصحوات الصحوات غير قانونية نحن طالبنا باقاليم لكل محافظة الاقليم وقد تقدمت هذه الاقاليم حسب الدستور والقانون قبل ثلاث سنوات او سنتين الى المالكي بتحويلها الى اقليم واكتملت اجراءاتها لماذا لا نذهب الى حرس اقليم وتشكيل قاليم على غرار كردستان ورأينا التقدم الاقتصادي الازديال الاقتصادي ولم تستطع اي جهة لا ميليشيات ولا داعش الدخول الى كردستان لان ابناء الاقليم هو من يدافع لكن دكتور ناجح اسمح لي عشائر سنية توجهت الى واشنطن وطلبت بتشكيل جيش سني عراقي من هي هذه العشائر التي ذهبت الى واشنطن وطلبت هكذا طلب والله يعني لا علم لي من العشائر التي ذهبت ومن هو رح يذهب يعني بالعكس كانت الاشاعة انه انو شيخ على الحاتم ذهبنا الى امريكا لم نذهب الى امريكا لماذا نذهب الى امريكا ما هي امريكا في الارض والسماء العراقية وفي المياه العراقية وفي المنطقة الخضراء لكن ما هو يعني ماذا نريد السؤال ماذا نريد من امريكا وماذا نريد من التحالف هل القضية قضية أنه تعالوا نطول السلاح وثم ماذا الحقوق الدستورية والقانونية والشرعية تعطى للمناطق لكي يكون هناك دافع لبن وضمان لمستقبل من يقاتل في سبيل تحرير المناطق ليس القضية شلون حارب داعش لكي يسلم المناطق للميليشيات كما حدث في سليمان بيك وكما حدث في جرف الصخر والذي تطرق إليه مفتديار العراقية نحن بين احتلالين نحن بين نارين أيهما أفضل ليس هناك أفضل من أن نكون إقليم وأن يكون الملف الأمني بأيدينا لا يفرض علينا من بغداد ولا من خارج العراق ولا من المنطقة الشرقية أبناء مناطقنا كل محافظة إقليم وبالتالي سنذهب وهذا حق دستوري لن تستطيع بغداد ولا أي دولة خارجية أن تحل بحجة مخالفته للدستور نعم يعني هكذا دكتور الميزان أنت تتفق مع تصريحات مفتي الديارة العراقية الشيخة رفع الرفاعي المعادلة لن نقاتل تنظيم الدولة في سبيل أن تعود الميليشيات إلى أرض العراق إذن ماذا تنتظرون وهل يمكن أن تتعايش مع تنظيم الدولة بدلا من الحكومة وميليشياتها لا لا يعني هو لم يقصد الشيخ مفتي الديارة العراقية أنه نتعايش مع الدولة الإسلامية لكن هو سؤال يطرح نفسه هل البديل الميليشيات نريد جواب من التحالف الدولي ومن الحكومة العراقية أنه البديل غير الميليشيات لأنه هذا يقتلنا وهذا يقتلنا السؤال هذا من هو البديل إذا ما قتلنا داعش هل نحن سنمسك المناطق محافظاتنا إذا قالوا نعم فعليهم أن يحول الكتب إلى المفوضية لتكوين إقليم إحنا من نقبل كلام إيه عود حكموا فسكم السؤال هذا الشيخ رافع عند الجميع ما هو البديل ما قاتلنا بالألفين وسبعة واخرجنا القاعدة ما الذي جرى ذهبنا إلى الاعتصامات ذهبنا إلى الاعتقالات ذهبنا إلى الاعدامات ذهبنا إلى العصائب وغير العصائب نحن نريد جواب واضح وصريح من يحكم مناطقنا بعد قتال داعش هل هو الوصول إلى مرحلة اليأس دكتور ناجح الميزان من حكومة العبادي بعد عملية سياسية جديدة في العراق هل هو اليأس الآن؟ لا لا هو مو اليأس وإنما هو مشروع يطرح يعني إذا كان السيدة العبادي كتب المحافظات المتحولة إلى الأقليم في درجه لم يحولها المالكي وهذه مخالفة وخرق للدستور المالكي خرقت دستور لكن نهيب السيدة العبادي أن يحول هذه الكتب إلى المفوضة لإكمال الإجراءات لكي يتسنى لنا تشكيل قوة حرس الإقليم ونحارف داعش وغير داعش وهذه القوة مغطاة دستورية حسب ما جاء في المادة 121 ولن نأتي إلى يوم يقولون هذا مخالف للمادة 9 كل القضية هاي أعطونا حرس إقليم ونحن نحرر مناطقنا من الجميع من ميليشيات وأرهاب نعم شكرا لك دكتور ناجح الميزان أمين عام المؤتمر التأسيسي لأقليم صلاح الدين كنت معنا مباشرة من أربيل ختام حلقة اليوم مشاهدين من تفاصيل دمتم في أمانينا اشتركوا في القناة